السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشحولكم صديقاتي الغاليات ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مطبخ سومة اليوم ان شاء الله راح ينحضروا مع بعضنا حلوة رائعة الدوب في الفم بالكرامل تحفا اقتصادية حبيباتي بمغرف فقط تاع الزبدة وحبا بيد راح توجدوا 20 حبا من هاد الحلوة توالن بزاف القعدة تاعكم مع حبابكم مع كويس اتاي ولا قهوة حليب لكن قبل ما نبدأ وفي الوصفات ما تنسوش اذا اول مرة تشوفوا قناتي تشتركوا فيها تفعلوا جاس وما تنسوش الاعجاب بالفيديو حبيباتي بالنسبة المقادر اللي نحتاجوهم عندي مغرف كبيرة تاع الزبدة حبة تاع البيض ربع كاس تاع زيت النباتي نحتاج ايضا مغرف كبيرة تاع الكاكاو زوز مغرف كبير تاع السكر الناعم وفارينا طبعا بهاللم والعجينة ما ننسوش رشة الملح كيس سكر فانيلا ومغرف صغيرة تاع الاخميرة الكيميائية نبدأ وان شاء الله نقولوا بسم الله نحط اول حاجة الزيت ونضيف معاه الزبدة ولا المارغارين اللي المتوفرة عندكم هنا من الاحسن تكون طرية نضيف معاها هنا يا السكر الناعم من بعد نضيف معاهم السكر فانيلا وهنا يا باش نعزوا فقط النكهة تقدروا تبدلوها بأي نكهة تحبوها انتوما وتلانا تقدروا تحطوه في بلاستها نيس كافي ولا تقدروا نكهة كراميل نكهة شوكولا المهم اللي تحبو انتوما النكهة نحطوها نخلط هاد المقادر كامل مع بعضها حتى تولي لي بهذا الشكل من بعد رح نضيف حبة البيض ايضا الكاكاو وهنا من الاحسن الكاكاو تستعملوا البني بتجي اللون تعل حلوة تعكم مليحة نخلط كامل المكونات مع بعضها وشوفوا حبيبتي القوام اللي تحصلت عليه اهنا نبدأ نضيف الفارينة باش اللم العجينة تعي وطبعا ما ننساوش الخاميرة الكيميائية نبدأ اللم العجينة بشوية وهنا لاحظوا اخواتي الطريقة تعي لنجمع بها في العجينة يعني نجمع فقط بالاصابع تعي من قاعدش نعجن خلاص هنا هي هذه العملية تخلي الكاكاو بتاعكم اي نوع تاع كاكاو تخليه يجي خفيف مهما تضيفوا لو الفارينة تقعد الحلوة تعكم خفيفة شوفوا الطريقة حتى نلمها وانا نستعمل الاصابع تعي فقط هنا بعد ما جمعتها لاحظوا الطارة واتحة هنا هي ما تشيحوهاش لانو فيها زيت وراحة تنشف معاكم من بعد خليوها اطرية بهذا الشكل نكوروها كوار صغيرة بهذا الطريقة هنا هي كل حبة من هاد الكوارات وزنها 20 قرام بالنسبة للناس اللي يحبوه يوزنوا نكورها مكامل بهذا الطريقة نجيب باياد البيض وعندي هنا هي كاكاو ومحمص ومرحي خشين شوية كيما تعلم شوك راح نبدأ ان شاء الله هنا نوجد الحلوة تعي نحطها اول حاجة في باياد البيض من بعد نحطها في الكاكاو ونمرة خانيح في الكاكاو بالشكل هادا وهنا يعمل احسن اليد اللي تستعملوها في باياد البيض ما تستعملوهاش في الكاكاو بالطريقة هاده وراح طبعا نحطها في صينية الفرن هنا الفرن تعي شعلته على 180 درجة خليته يسخن وقعدا نختم في الحلوة تعي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الحبات كيما راكم تشوفو اخواتي في خمسة دقايا قد تكون وجدتي والحلوة تعكم سهلة مهلة يعني ليه ليه توجدوها وتقدموها الاحباب تعكم من بعد حباتي نجي وهنايا عندي هنايا انا كل ما تكون عندي حلوة نخربها من الواسط نستعمل ديما هاد الدراع تعي سباتيول ونضغط على الحلوة تعي هنايا طبعا راح تتشقق معاكم وايضا في الفرن راح تتشقق لكن هنايا ما تخليوهاش مشقة اعدلوها قبل ما تدخلوها للفرن لأنه في الفرن زي تتشقق بها ما يبسدلكمش الشكل تحها بالطريقة هادة نضغط في الواسط من بعد اللم هداك التشقق اللي تشقت لي وكينا طريقة اخرى بالاصبوع تعي فقط تتعدليها بالشكل هدا اذا حبيتي او تتحصلي على الشكل نفسه فقط بالاصبوع تعي نضغط في الواسط ونعدل الاطراف بالشكل هدا وهنا تلاحظوا الطروة تعالى حلوة تعنا مراهيش كامل ناشفة لأنه الحلوة هادة تتشقق في الفرن كون ديروها ناشفة راح تتشقق لكم خلوة تفسد لكم الحلوة تعكم فتبعونا صائح بتنجح معاكم الحلوة بعد ما اكملتها كامل راح ندخلها للفرن ومن بعد حين نخرجوها بعد ما تطيب طبعا من تحت ونحمروها شوية من فوق شوفوا الشكل تحها شوفوا اخوتي كي ما تتشقق تقدروا ايضا ما تديرو لهاش طقبة في الواسط وتخليوها ككورة راح تتشقق معاكم وتجي تحفى ايضا هذه هي الحلوة تعي هنا يا عندي كراميل راح نعمرها في الواسط بالكراميل نجيب حبة الحلوة ونحط لها في الواسط الكراميل انا يا عندي توفي كراميل مشي نيسلي كراميل انتم ما تقدروا تبدلوها بنيسلي كراميل تقدروا تديروها ايضا بالمربع تقدروا تبدلوا بالمربع شوكولات كي ما تختاروا حبيباتي المهم وجدوا الحلوة واستمتعوا بيها ودعيوا لي معاكم ان شاء الله نفس الطريقة نكمل عمر كامل حبة الحلوة تعي بالطريقة هذي وهنا يا بعد ما كملتهم كامل انقضبوهم ان شاء الله ونستمتعوا بيهم مع الأحباب تعنا عليك أخواتي شوفوا الطوفي كراميل تعي هذا رائع يعني حلوة تستهل انكم تنوضوا وتجربوها يعني مقادرها بسيطة ومتفرع عندكم في البيت ما تاخدش ليكم الوقت خلاص خمس دقائق توجدوها ويعني اكيدا اكيدا انه راحين تفرحوا بيها وتفرحوا العائلة تعكم بيها شوفوا أخواتي هنا لما نقسم معاكم حبة شوفوا الهاشاشة تحة تتقص معاكم بسهولة لأنها هشة هشة والدوب في الفم شوفوا الله الكرامة كيفاش يشهي شهيتكم في الجنة حبيباتي نتمنى ان شاء الله الفيديو تنهى اليوم هنا لإعجابكم والوصفة ايضا جربوها ما حيش تندمو عليها انا يا نقولكم اذا عجبكم الفيديو تعني انهى اليوم ما تنسوش تضغطوا على الإعجاب وتخليولي رأيكم في التعليقات اي وصفة تحبونا حطها في القناة اي سؤال خليولي التحت في التعليقات وانا تحت الامر بتاعكم ان شاء الله نخليكم على خير نقلكم في وصفة قادمة ان شاء الله دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته